شوف طبعا حضراتكم عارفين انه سيد سامح شكري وزير الخارجية المصري كان في موسكو والتقى طبعا نظيره الروسي لفروف ولما هتيجي تشوف الرصد بتاع هذه الزيارة وتحديدا تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف هتفهم كويس جدا متانة وقوة وحجم العلاقة ما بين القاهرة وموسكو لما تيجي تشوف هذا الشكل في العلاقة ما بين القاهرة وموسكو وهتجد انه في كل الاحوال انت كان عندك وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن طيب فتشوف متانة العلاقة ايضا ما بين القاهرة وواشنطن بص كويس على ضلعين المسلس دول التقوا فين الضلعين دول ده جاي من موسكو ده جاي من واشنطن يلتقوا في القاهرة مش بس لانه القاهرة هي مركز المنطقة ومش بس لانه هي عاصمة القرار العربي الى اخره لكن كمان ده هيتبدأ تفهم منه القاهرة بتشتغل سياسة ازاي يعني لازم تبقى انت شايف كويس القاهرة بتشتغل سياسة ازاي ده بيرجعنا تاني اللي كنت بقوله مبارح واول مبارح واللي دايما بقوله طول الوقت العالم ما بقاش فيه حالة التحالفات الشرقية او الغربية او حتى التحالفات الاحدية مسألة انه العالم مش عارف سنائي القطبية خلصت العالم احادي القطبية برضو خلصت العالم متجه الى تعددية قطبية عاوز تكمل الخطوط او الجسور خد من القاهرة الى بيكين خد من القاهرة الى نيودالهي هنا هتبدأ تفهم القاهرة بتشتغل ازاي ده واحد طيب ده شغل القاهرة وهتفهم كويس هي العواصم بتاعت العالم العواصم الكبيرة العواصم المهمة العواصم المؤثرة او صانعة القرار في العالم تنظر للقاهرة باي شكل وعلى اي مستوى الكل يعلم وعلى قمة التأكد من انه القاهرة هي مفتاح الحلول في المنطقة وملهاش بديل بالمناسبة تاني هي مفتاح الحلول وملهاش بديل في عواصم اخرى موجودة في المنطقة ولها ادوار مهمة طبعا مفيش خلاف ولا يجب انكاره ولا داعي لانكاره ولا داعي الى انه ده يثير حفيظة البعض لان المسألة برضو ماينفعش يبقى فيها ايه شوفينية كده طول الوقت انه لا احنا بس خالص لكن النظرة الاعمق هي ان القاهرة بطبيعة الحال هي الاهم هي الاكبر هي الاوقع هي الاكثر تأثيرا هي الاعمق انت بتتكلم تاني يعني حتى مبارح وقت الزيارة بتاعت بلينكين وتصريحات بلينكين احنا يمكن اتكلمنا شوي على تصريحات وحاول ملف الحقوقي ودي تصريحات كانت مهمة جدا وهو ملف مهمة بطبيعة الحال التصريحات بتاعت بلينكين على المواطنة انت بتتكلم هنا على بلد لديها التاريخ الحقيقي والاكبر والاكثر امتدادا لفكرة المواطنة الكل يعيش على هذه الارض بصرف النظر ديانته ملته مذهبه شارعته كيفية عباته امر لا يعني احد على الاطلاق كل ما يعنينا مصري صالح ولا لا بس كده طب هو الكلام ده جديد يعني الكلام ده مثلا وليد السنادي لا طيب لا ومش هقولك ان هو وليد 2014 طبعا هو وليد منذ ان وجد هذا الشعب هذه الامة على هذه الارض طول الوقت مصر عندها حالة التصالح المستمر يعني انا هضرب لك مثل بسيط لما جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وامر بفتح مصر وقادة العملية عمر بن العاص عمر بن العاص قعد مع مين قعد مع البترك الابطي الارثيزوكسي علشان يشرح له احنا مش جايين للحرب احنا عمليا جايين نخلصكم من سيطرة المحتل الايطالي بس طيب هتتعرضولنا بشيء اطلاقا كنقسنا زي ما هي ايوة الاديارة زي ما هي ايوة هتجبر حد على اعتناق ديانتك لا خلاص وبالمناسبة عشان برضو تبقى فاهم انه حتى مع دخول الاسلام لمصر انا هزاك فضلت الاغلبية السكانية مسيحية هل في اي ازمة ما بين الاثنين اطلاقا كان في يهود في نفس دات المرحلة حصلت ازمة لا دي طبيعة مصر احنا هنا بنتكلم على آلاف السنين انا بقى هنا مش بكلمك بس على مصر في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء لا وقبل كده من قبل اصلا نزول البعثة على سيدنا محمد عليها افضل صدره السلام هي مصر طول الوقت كده دولة شاملة جامعة للجميع لهذا السبب هي في عندها طول الوقت هذه الخلطة الساحرة لهذا السبب هي طول الوقت العصية يعني هي تقدر تاخد اللي هي عايزة وبعد كده شكرا مع السلامة كل ما مصر او الشعب او الامة العنصر لو عاوز تسميه كده العقل الوجدان المصري كل ما يراه فيه فائدة لي بياخده ما يجد فيه اي تهديد لمكوناته يلفزه فورا شكرا